خفضت تأصير رسمياً علاقاتها الدبلوماسية مع لتوانيا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأحد احتجاجاً على فتح تايوان سفارة باسمها في فيلينبوس وكانت فيلينيوس وكان سماح لتوانيا لتيبي بفتح مكتب رسمي مستخدمة اسم تايوان شكل خطوة دبلوماسية مهمة الترفض الصين أي استخدام لاسم تايوان يطفي شرعية دولية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءاً من أراضيها في أقل من أربعة أشهر شهدت العلاقات بين الصين وليتوانيا مزيداً من التدهور على خلفية تمسك بكين بضرورة وقف التعامل الدبلوماسي بين لتوانيا وتايوان لتوانيا كانت من الدول التي احتد بينها وبين الصين الخلاف خاصة بعد أن أعلنت في يولو الماضي موافقتها افتتاح مكتب تمثيلي لتواني في تايوان بنهاية العام الخطوة التي لاقت ترحيباً أمريكياً وغضباً من بيكين في العشر من أغسطس طلبت الصين لتوانيا بسحب سفيرها لدى بيكين وقالت إنها ستستدعي سفيرها في فيلنيس في ظل الخلاف بشأن موافقة لتوانيا على افتتاح تايوان مكتب تمثيل ليكون بمثابة سفارة لها يوماً فقط واتخذت الصين خطوة رسمية بطرد السفيرة اللتوانية من البلاد وأعلنت سفيرة فيلنيس لدى الصين أن السلطات الصينية طلبت منها مغادرة البلاد على خلفية النزاع الدبلوماسي بين البلدين بشأن تايوان وفي سبتمبر تطور الخلاف ليصل إلى تحذير وزارة الدفاع في لتوانيا المستهلكين من استخدام الهواتف صينية الصنع مواضحة أن هواتف شاومي تحتوي على برامج مراقبة وأن هواتف هواوي معرضة للهجمات الإلكترونية في الواحد والعشرين من الشهر الحالي أعلنت الصين رسمياً أنها خفضت علاقاتها الديبلوماسية مع لتوانيا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية احتجاجاً على فتح تايوان سفارة باسمها في فيلنيوس اشتركوا في القناة